تتجه الأنظار الآن إلى رالي الجزائر أين بدأ العد وتنازلي لساعة الحسم التي ينتظرها عشرات المتسابقين الجزائريين وحتى الأجانب على محور بسكرا حاسم سعود سباق آخر عنوانه وتسويق صورة جيدة عن الجزائر وتفاصيل مع أحمد محمود بسكرا حاسم سعود هو المصار الذي سيتبعه المشاركون هذه السنة في رالي سحاري الجزائر 2016 المشاركة 75 سائقا جنبيا من 5 جنسيديات و45 جزائريديا ساعة الحسم بدأت ساعة الحسم بدأت ساعة الحسم بدأت بسكرا حاسم سنحن نقوم بسكرا حاسم سنحن نقوم بسكرا حاسم سنحن نقوم بسكرا حاسم رالي الجزائر شكل محطة اكتشف من خلالها المشاركون الأجانب الجزائر التي سحرتهم بجمالها ومناخها والأهم كرم الضيافة عكس الصورة التي كانوا يرسمونها عن الجزائر ساهل إذا قلت بلقى على الرياضي، لم أصدقى حتى أصدقى عن الرياضي أصدقائنا. عندما أصدقائنا هنا، كنت أردت بجدًا، ممزدًا، 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 نحن نعرف أني خسرًا، وفقية أصدقائنا لديها من المساعدة. أصدقنا بإذكر، لذا في يتجارينا في العشرة، لقد أصدقائنا بيسكراتي، لذلك قد اردت بفرأي بشيئ، وأنا مجتمع بشيئ، qui sont splendides et qui donnent envie d'approfondir le discours d'approfondir, de venir en vacances si possible aller dans les montagnes et rencontrer les gens locaux et découvrir l'Algérie ولأن ما صار الرالي على محور بسكر حسيم سعود المشاركون في الرالي اقتربوا من البدو الرحل وقاطين التجمعات السكانية النائية on a choisi le red pour plus découvrir le trajet, la competition donc le red en fait c'est du tourisme ça se fait en parallèle avec le rally chronometry c'est plus du tourisme que de la competition en elle même donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix là مثل هكذا مسابقات في صورة رالي الجزائر الذي يقطع الصحراء الجزائرية ترسم صورة إيجابية عن البلد الذي هو اليوم بحاجة لتسويق نظرة مغيرة عنه للعالم